اهلا وسهلا فيكم بقناة اون افترنون وتفيولاد اليوم حب اقدم لكم كيف منفلفل الرز هيدا الفيديو للشبيب الجدد في عالم الطبخ وهلا خلينا نشوف سواء المكونات وطريقة التحضير انا هون حضرت كبية ونصف رز حبة كبيرة وحضرت لهم 3 كبية ماء اكيد الماء هلا انا لحصخنهم بالميكرووير ليكونوا كتير صخنين وكمان حضرت 3 كوب شعيرية وحضرت ملعقة صغيرة ملح وملقعتين كبار زيت نبت هلا انتقلل على المكبخ اول شي بولع تحت التنجرة على نار بين المتوسطة والعيرية وبحط الزيت بنتر شوية صغيرة ليفطر عند الزيت وهلا بفقت الشعيرية وبقلبو حتي لي يختلطوا بالزيتات هلا هون الشعيرية بدي دلني منتبهتنه هلا انا الشعيرية صارت عندي جهزة هلا شو بعمول بط في النار تحته بنايزله المي المغلية احلا ما يخترش علي ببعد شوية وجه وبوجه عبولي على النار بغري على القوي وبنايزله الرز هلا انا هون عندي الرز غسيته 3 مرات لحتى اللي دهر النشي كله منه لان اذا بيبقى ميت الرز اللونه على ابيض يعني النشي بعده بالرز بلزق الرز عبعده وهون بنيزله الملح وبحركن حركة صغيرة وبنطر لتبلش المي تغلى مع انه عندي انا المي كانت صخنة منيح بس ما بيسوا غطيها قبل ما يتاكد انه المي عم تغلى وهلا هون بلشت المي تغلى اول شي ببرم مسكت الطنجرة لجهة نص الفرد احلا ما تضرب بحدا وتقلب الطنجرة على القرد وبعدين بخفف النار على الاخر على الوق وبس خفف النار بغطي الطنجرة وبنطرها لتنشف وبطفي تحتها وهلا انا عندي هون صار الرز جاهز طفيت تحته بس بدي اشعكم كيفوه لحتى تعرفوا اذا استوت عندكم لحتى حبة الرز فيكن تشيلوا حبة ودقوها وهيك بتعرفوا اذا كان الرز بسوي انا تقريبا اخذ معي الرز لستوى 7 دقائق على النار وهلا جهزت تفلفل الرز يعني طبخة الرز بطريقة كتير سهلة جربوها باي باي